انا دكتور موسى ربابعة من قسم اللغة العربية في جامعة اليارموك واليوم ان شاء الله نلتقي لنعرض كتاب مفاتيح التراث للزميل الدكتور محمد عبيد الله وهذا الكتاب هو معجم في المعتقدات التي كان يعتقدها العرب قبل الإسلام وهذا الكتاب طبعا من الكتب المهمة جدا لانه يتحدث عن مفاتيح مهمة تتعلق بالجانب الديني تتعلق بالمعارث تتعلق ايضا بالزمن تتعلق بالفلك تتعلق ايضا بالطب والدواء هو الكتاب عبارة عن حفريات بالتراث وخاصة عندما نتحدث عن اديان العرب قبل الإسلام وكيف كانت هذه الديانة وخاصة كيف كان العرب تعاملون مع الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها ثم بالإضافة إلى ذلك كيف يمكن لنا أن نتصور الكائنات غير الإنسية بالإضافة إلى ذلك فإن العرب كان لديهم كثير من المعارف مثل العياف والقياف وغير ذلك من هذه الأشياء وهذا أيضا يعكس الثقافة العرب والعقلية العربية والذهنية العربية قبل الإسلام وإذا أردنا أن نقف عند بعض النماذج التي تحدث عنها الكتاب فيما يتعلق مثلا بالطب نجد مثلا عند العرب كان هناك بعض المصطلحات الموجودة مثل الأزم والأزم معناها الحمية والحمية طبعا وسئل الحارث بن كل دواء وهو أحد الأطباء الذين كانوا يلجأ إليهم ما الدواء كان يقول الحمية فمعنى ذلك أننا الآن في العصر الحديث عندما نتحدث عن الحمية فإننا لا نعرف أن العرب كانوا في الجاهلية يستخدمون مثل هذا النوع من العلاج ثم بعد ذلك ننتقل مثلا إلى الاعتقادات العرب كيف كانوا يتعاملون مع الطير مثل الغراب والحمام والطيور المختلفة فمثلا العربي كان في الصباح الباكر إذا مر الطائر عن يمينه يسميه السانح وإذا مر عن شماله كان يسميه البارح بالإضافة إلى ذلك هناك مثلا أشياء غير منطقية وغير واقعية مثل تصورات العرب مثلا عن الغول وتصورات العرب أيضا عن الحالات التي تحتاج إلى تفسير وتأويل فذلك مثلا عند العرب كان هناك اعتقاد مثلا بريح الصبا ريح الصبا ولذلك كانوا يعتقدون أن هذه الريح تهب من تحت العرش حتى تطفئ نار المحبين أو الجوى الذي كان يصيبهم ولذلك كان الشعر يقول ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي فقد زادني مسراك وجد على وجدي في هذا الإطار نستطيع أن نقول أن هذا الكتاب يضم بين دفتيه معلومات مهمة جدا وهذه المعلومات ليست مستهدفة لشخص معين وإنما هذا الكتاب يحتوي على ثقافة عامة يستفيد منها المتخصص وغير المتخصص وأشكر زميل الدكتور محمد عبيد الله على هذا الجهد الرائع الذي قدمه للقراء وشكرا لكم اشتركوا في القناة